إلى ذلك حققت قوة دفاع البحرين أعلى المستويات الخدمية الطبية والعلاجية للمواطنين والمقيمين وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات الطبية بجودة عالية ومتميزة في كافة أقسامها ومراكزها التابعة لها في الوحدات والمعسكرات للنهوض بمستوى الخدمة التشخيصية والعلاجية لمواطنيها ومقيميها أولد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اهتمامها بالخدمات الطبية منذ تأسيسها وذلك عبر تقديم الخدمات الصحية بمختلف تخصصاتها بما يؤكد المستوى الرفيع الذي يحظى به المجال الصحي في قوة دفاع البحرين في جميع الصروح الطبية التابعة لها وهي المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي ومركز محمد بن خليفة الخليفة للقلب والكتبة الطبية الميدانية المستشفى العسكري الذي افتتح في سبعينيات من القرن الماضي يعد شاهدا على إنجازات قوات دفاع البحرين في مجال الخدمات الطبية حيث يعتبر أحد أهم الصروح الطبية المتكاملة في مملكة البحرين وذلك بما يشمله من أقسام طبية متكاملة ومجموعات من الكفاءات الطبية والفنية المتخصصة ويعتبر المستشفى العسكري أول مستشفى في مملكة البحرين يحصل على شهادة الاعتماد الصحي من المجلس الاسترالي للمعايير وبالعزم والاستمرار في الجودة الطبية والتطور حصلت قوة الدفاع من خلال تقديم خدماتها الطبية على شهادة الاعتماد الدولية عام 2007 كما حصلت الخدمات الطبية أيضا على الشهادة نفسها عام 2011 وفي عام 2016 حقق المستشفى العسكري أول إنجاز طبي من نوعه على مستوى مملكة البحرين والخليج والمنطقة بعد حصوله على الاعتمادين الأوروبي والأمريكي في جراحة السمنة وجراحة السكر ليكون أول مركز طبي في الشرق الأوسط يحصل على هذين الاعتمادين معا وفي إنجاز غير مسبوك وفي عام 2012 تم افتتاح مستشفى الملك حمد الجامعي الذي يعد من الصروح الطبية والأكاديمية المتميزة على مستوى المنطقة والذي يختصر في ريادته ما وصل إليه التقدم الطبي في مملكة البحرين تطور هائل بصورة دائمة ومستمرة يثبت تطور تلك الخدمات الطبية بأفضل ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال الحيوي حيث نالت الخدمات الطبية الملكية شهادات الإزوى وهي مرحلة من التميز بنيت على أساس ما يشهده القطاع الصحي من تطور في جودة الخدمات المقدمة للمرضى خلال الأعوام الماضية وكحدث فريد من نوعه في مملكة البحرين سيشهد مستشفى الملك حمد الجامعي افتتاح أول مركز طبي متكامل على مستوى المنطقة لعلاج الأورام السرطانية الذي سيقده من خلاله خدمات تشخيصية لرصد الأورام بدقة متناهية وعلاجية ذات مستوى عالمي وفق أعلى المعايير العالمية والخدمة الطبية العالية على غرار المراكز العالمية المتقدمة في هذا المجال هذا التطور الذي تشهد جميع المؤسسات الطبية التابعة لقوة إدفاع البحرين ينعكس بشكل رئيس في التقدم الحاصل في القطاع الصحي في مملكة البحرين ويسهم في رقي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال تسهيل الرعاية العلاجية والخدمة الصحية اللازمة وتأكدا للخطوات التحليثية التي طبقتها الخدمات الطبية الملكية في سبيل تحقيق هدفها للسراتيجي وبتوجيهات مستمرة من صاحب الجلال الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه